السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا بناتنا العزاء طلاب السنوية العامة المعلوم أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على منصة البس المباشر لوزارة التربية والتعليم معرضة نبدأ معن الفصل الأخير في مادة الأحياء معرضة نتكلم عن الأحماض النووية بس أني أحماض نووية قريبه زي ونشوف مع بعض أنواح زي الأحماض النووية في هذا الفصل في نفس الوقت نتعرف على درعة في عملية بناء أو تخليق البروتينة والأنتاج في الفصل ده بنبزع عن علم العندسة الوراثية ونشوف الإنسان قدر إزاي أنه يستفيد من الدين ويخدس به بعض التغيرات لخدمة العلم وخدمة العلماء وإنتاج أفراد تحمل مميزات وأصفات جديدة تطبيقات كتيرة نشوفها مع بعض في مجال الهندسة الوراثية تعالوا نبتدي رحلتنا مع بعض نارضة عايزين نفرع ما بين الدين والرن عايزين نتعرف على أنواع الأحماض النووية كويس جدا وإحنا نتعرف عليها عايزين نعرف كويس جدا كل نوع من أنواع الرن كيف يتم تكوينه ما يدوره ما يشكله ما تركيبه بالتفصيل تعالوا نبتدي كده مع بعض كلنا بنشوف الوجبات الغذائية اللي قدامنا ساكات لحوم أو أسماك واللحوم دي لحوم حمراء من الأغنام والأبقار أو اللحوم بيضاء من أنواع الدواجن والطيور المختلفة زي ما احنا شايفين في بوكوليات وأنواع مختلفة من الخضروات بالشكل ده كده كل الحاجات اللي قدامنا بيدخل في تركيبها البروتينات بصفة أساسية أو بصفة رئيسية سواء كانت طبعا لحوم أو دواجن أو حتى بعض الفطريات زي فطرة عيش الغراب اللي قدامنا بالشكل ده كده سواءنا أخذنا قبل كده البروتين قلمنا أن بيوجد البروتين تركيب أجسام الكينات الحية وفي عندنا آلاف من الأنواع من البروتينات عدد لا نهائي من البروتينات يمكن تكوينها في الطبيعة في العموم البروتينات زي ما قلنا قبل كده كان فيه منها بروتينات هستونية وغير هستونية البروتينات غير الهستونية بعضها تركيبية وبعضها تنظيمية فأكدنا مع بعض على البروتينات التركيبية قبل كده كنا بنقول تدخل في تركيب محددة في جسم الكين الحي كنا بنأكد بقى على دورها داخل نوعات الخلية فشفنا مع بعض الدور ضد بالتفصيل مع بعض وشفنا إزاي إزاي البروتينات بتكسب دي ني شكله الفراغي المميز وشفنا إزاي البروتينات التركيبية أيضا ساعدت على تقصير طول دي ني أكتر من 100 ألف مرة عشان يكون الكروماتين اللي بيوجد داخل نوعات الخلية نعرضه عايزين نشوف دور البروتينات التركيبية بس فين بقى خارج الخلية في جسم الكين الحي فلو جيين نشوفنا مع بعض بنأكد مع بعض على الأكتين والميوسين طبعا دولا بيدخلان في تركيب العضلات وغيرها من أعضاء الحركة في عندنا كمان الكولاجين ده بيدخل في تكوين الأنسجة الضمة اللي تحت الجلد فهو يدخل في تكوين الدم ويدخل في تكوين اللين في الأنسجة الضمة لو جيين نشوفنا عندنا الغضاريف لنسجة الضمة لتحت الجلد عشان كده بتحس كده أحيانا أن مع تقدم السن بص بتلاقي بيحدث تجايد أسفل الجلد نتيجة نقص هذا الكولاجين بمرور الوضع فيه كمان أغطية الجلد بيدخل في بنائها بروتين مسمى الكيراتين ده بيكون أغطية الجلد الواقية مختلفة سعا كان بقى إيه بقى؟ دعا بص كده الجزء الخارجي من الجلد اللي المياه البشرة الخارجية اللي فيها خلايا قرانية أو الطبعة القرانية اللي هي بتبقى غنية بمادة الكيراتين ده جميع أغطية الجلد بتاعنا بتبقى غنية بالكيراتين سعا كان بقى شعر سعا كان أظافر سعا كان حوافر سعا كان كرون سعا كان غيش سعا كان مخالب طبعا كل نوع على حسب ما يملك كل هذه الأنواع بيوجد لديها جزء من البروتين بيطلق عليه كيراتين بيغطي الجلد بتاعه نخش بقى كده مع بعض على نوع آخر من البروتينات وهي البروتينات غير الهيستونية بس مين بقى؟ التنظيمية سميات تنظيمية ليه؟ تنظم العديد من العمليات والأنشطة الحيوية في جسم الكائن الحي تعالوا نطبع كده مع بعض زي مين؟ زي مثلا الإنزيمات ممكن جميع الإنزيمات هي بروتينات تنظيمية جميع الإنزيمات مراتين هي بروتينات تنظيمية عندنا فتنشط التفاعلات الكيميائية في جسم الكائنات الحية في نفس الوقت لو جينا شوفنا مع بعض بيقول لي هنا هي الأجسام مضادة كنا شوفنا دورها بتوكس بالجسم المناعة ضد الأجسام الغريبة وشوفنا دورها في القضاء على العديد من المايكروبات وحتى السموم كان بتشارك برضو في القضاء عليها في جسم الكائن الحي في مين عندنا كمان؟ ما بنساش الهيرمونات الهيرمونات بنجد أن كنا قلنا في بداية التنصيق الهيرموني في بداية الفصل الثاني قبل كده كنا قلنا أن بعض زي الهيرمونات بتتكامل من بروتينات تنظيمية والبعض الآخر يتكامل من أحماض أمينية وفي مجموعة كاملة من الهيرمونات هي عبارة عن هيرمونات استرويدية زي ما كنا بقول هيرمونات كشة الغضة القذرية أو الهيرمونات الجنسية اللي بتفرزها الخصية أو بيفرزها المبيل فبنجد بقى الهيرمونات البروتينية بتمكن الجسم الاستجابة للتغيرات المستمرة في بيئة توسعة كانت البيئة الخارجية أو البيئة الداخلية اللي هي بتوجد داخل الجسم وإحنا بندرس بقى البروتين ناكد أنه يتكون من سلسلة طويلة بالشكل ده كلا من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها البعض بالروابط بيبتي ده بالشكل ده كلا يمكن اللي قدامنا دي كلا الصيغة العامة للحمض الأميني ويمكن دي اللي هنأكد عليها مع بعض اللحظ معيه شانا هنكررها من أرده كتير فهنا فيه زر الكربون في المركز بيفطلت بها من أعلى زره هيدروجين عندنا مجموعة كاربوكسيل سي او او اتش عندنا مجموعة أمين أو مجموعة أمينية أو مجموعة الأمينو ان اتش تو بالإضافة لمجموعة القايل لو سألتك مع عدد أنواع الأحماض الأمينية في الطبيعة ما تقوليش عشرين نوع ولكن دي أعكد معاك مرة تقيني الأحماض الأمينية عندنا نوعين في الطبيعة فيه أحماض أمينية بروتيينية تدخل في بناء البروتينات وهي عددها عشرين نوع ما بننساش أخذنا في المناع نوع آخر من الأحماض الأمينية كنا بنطلق عليها أحماض أمينية غير بروتيينية وكم منها الكينافانين والسفالوس بورين هي أحماض أمينية لا تدخل في بناء البروتينات يبقى كده لو بيقولي مع عدد أنواع الأحماض الأمينية وسيكت هنقول له أكثر من عشرين نوع بينما لو قال لي مع عدد أنواع الأحماض الأمينية التي تدخل في بناء البروتينات هي فقط عشرين نوع فقط تاغير زي ما شفنا أبسط حمد أميني بيطلق عليه اسم الجلايسين وده بيكام من ظهر الكربون في المركز يعني طلبت بيها زرة هيدروجين من أعلى مجموعة كاربوكسيل مجموعة أمين وزرة هيدروجين كمان الله يعني معنا كلا هنا ما فيش مجموعة ألقايل ده شكل الحمض الأميني الجلايسين وده أبسط حمض أميني موجود عندنا يدخل في بناء البروتينات وأقل حمض أميني في عدد الزرات اللي بيحتوي عليها هو هذا الحمض الأميني الجلايسين ينفع يكتب جلايسين بالشكل وده كده ينفع جلايسين على طب بهذا الشكل الاثنين صح طيب باقي الأحماض الأمينية ال 19 نوع من الأحماض الأمينية الأخرى اللي بتدخل في بناء البروتين الصغر العامة لها فيها الزر الكربون زرة هيدروجين مجموعة كاربوكسيل مجموعة أمين بالإضافة إلى مجموعة ألقايل ده لها 19 نوع مختلف من مجموعة الألقايل يختلف تركيبها فتختلف مع الأحماض الأمينية ال 19 نوع الباقي يبقى كده أنواع الأحماض الأمينية اللي بتدخل في بناء البروتينات تختلف باختلاف زي ما شفنا تركيب مجموعة الألقايل اللي بتدخل في بناء سواء الوقت يا بنات العزاج كيف يتكون البروتين هو تفاعل نازع للماء يحدث داخل الريبسوم يحدث داخل الريبسوم بهذا التفاعل اللي بيحصل من كل مجموعة كاربوكسيل بيطلع OH هيدروجينة أو أكسوجينة بالشكل ده كده ومن كل حمضة أمينية مجاور من مجموعة الأمين بتخرج هيدروجينة بهذا الشكل فيجمع ال-O مع ال-H2 يكونولي H2 بالشكل ده كده جزيء مية طب الباقي بقى بيرتابط الحمضين الأمينيين مع بعض بربطة بالشكل ده كده بيطلق على دي رابطة بيبتي دي عندنا مع بعض طبعا في هذا التفاعل نازع للماء اللي بيحدث في وجود إنزيمات معينة بتوجد داخل الريبسوم البروتينات في الطبيعة لها عدد لا نهائي عدد البروتينات في الطبيعة له عدد لا نهائي سؤالنا ما هي أسباب تنوع هذه البروتينات اللي تخلي البروتينات تختلف وتتنوع بنأكد مع بعض مرة تانية ونركز كده معي اختلاف أنواع وترتيب وعداد الأحماض الأمينية في السلسلة عديد الببطايد أو البوليمر اللي بيتكون عدد سلاسل عديدات الببطايد اللي بتدخل في بناء البروتينات لذلك بعض البروتينات تدخل في تكونها مين مرتينة سلسلة عديد الببطايد 1 البعض يدخل في تكونها 2 سلسلة عديد الببطايد البعض يدخل في تكونها أكتر من وسلسلة عديد الببطايد أحيانا بين الأحماض الأمنية في سلسلة عديد الببطايد تتكون روابط هيدروجينية ضعيفة فمن أثبات تنوى البروتينات الروابط الهيدروجينية الضعيفة التي يمكن أن تعطي البروتين شكله المميز اللي بيوجد عندها تعالوا بقى نخش بقى في جزء جديد عندنا في لقاءنا اليوم وعايزين نعكد مع بعض ما الفرق بين الـD-N والـR-N نخدنا قبل كده الـD-N كنا بنقول يدخل في تكوين الـD-N سكر مهم جدا كنا بنسميه سكر الريبوز منقوصة من مزارة أكسوجين كنا بنسميه سكر الـD-Oxy-Reybos اللي قدامنا بالشكل ده كده بينما الـR-N يدخل في تركيبه سكر الريبوز على طول ملاحظين هنا فيه OH لكن هنا فيه H فقط لا غير هنا فيه أكسوجين ده رمزه C6 C5 أسف H10 O5 C5 H10 O5 لكن ده C5 H10 O4 لأنه زي ما قلنا هذا الـD-Oxy-Reybos منقوص زارة أكسوجين منه زي ما احنا شايفين المجموعة دي كده بدأ ما تبقى هنا OH فيه هيدروجينة فقط لا غير في الأحماض النووية المختلفة فيه خمس أنواع من القواعد هذه القواعد فيه منها تنين نوع سنائي الحلقة أخذناهم قبل كده أدينين و جوانين أدينين و جوانين فيهم حلاتين كربون بهذا الشكل فيه عندنا تلات أنواع أخرى وحيدة الحلقة القواعد كلها بغيمة دينية السايتوزين مع الأدينين مع الجوانين الثلاث قواعد دول بيدخلوا في بناء الدين والـR-N بينما القاعدة البريمي دينية التي تميز الدين ولا توجد فيه الـR-N هي القاعدة ثايمين بينما القاعدة البريمي دينية وحيدة الحلقة التي تميز الـR-N ولا توجد فيه تكوين الدين هي اليوراسيل اللي قدامنا دي يبقى كده في الدينية بيوجد ثلاث أنواع من القواعد أقول له مرة تاني جوانين أدينين سايتوزين صايمين بينما في الـR-N هي ثلاث أنواع من القواعد بالإضافة لليوراسيل هي هم الثلاث أنواع من القواعد أدينين وجوانين وسايتوزين بالإضافة إلى اليوراسيل القادر نقص على الدينية هي لأولاب مزدعب زي ما أخذنا بلكده شريتين مرتبطين مع بعض برابط هيدروجينية بينما هنا ده في الـR-N بيبقى شريت مفرد غالبا بهذا الشكل يلا نشوف كده مع بعض ما أوجد تشابه بين الـD-N والـR-N كلا من هما بيتكون من سلسلة طويلة غير متفرعة من النيوكلوتيدات يعني الوحدة البنائية للحمض مين مرة تاني النواوضات كل النيوكلوتيدات تتكون من جزء سكر خماس الكربون قعدة نيتروجينية أجموعة فوسفال بنأكد مع بعض دايما أجموعة الفوسفال بتختلط بالسكر بزارة الكربون رقم 5 ودايما القاعدة النيتروجينية ترتلط بالسكر بزارة الكربون رقم 3 والتاني دايما القاعدة النيتروجينية ترتلط بالسكر بزارة الكربون رقم 1 القاعدة النيتروجينية دايما ترتلط بالسكر بزارة الكربون رقم 1 بينما أن مجموعة الفوسفال ترتلط مع زارة الكربون من رقم 5 في النيوكلوتيدا عشان ترتبط النيوكلوتيدا باخرى لازم مجموعة الفوسفات ترتبط ايضا بزارة الكربون رقم 3 لف سكر النيوكلوتيدا اللي بتعلوها على طول او بطاقة اسفل نرجع بقى مواجه الاختلاف بين الDN والRNA يلا نشوف كلا مع بعض تاني قلنا الDN شريطان على شكل لولب او على شكل لحلزون الشريطان دولا بيبقوا متكاملين من النيوكلوتيدات بينما عدد الاشريطة في الRNA شريط مفرد واحد ممكن يكون مزداد في بعض اجزائه لكن هو في الاساس هو الشريط واحد ممكن يلتفح حول نفسه شوف دي النعارضة في الTRN لما يلتفح حول نفسه يزداد في بعض مواقع او بعض اجزائه نوع السكر في الDN قلنا سكر دي اوكسي ريبوس بينما في الRNA سكر ريبوس على طول القواعد النيتروجينية في الDN قلنا البيورينات أدنين وجوانين بينما البريميدينات ثايمين وهي سايتوزين طيب في الRNA قلنا القواعد البيورينات برضو أدنين وجوانين بينما لو جوانين شوفنا عندنا مكان تواجد الRNA هو يتكون داخل النواة ثم بعد ذلك ينتقل إلى السيتوبلازم الديني ينتق من ديني سابق له بعملية اسمها عملية التضاعف وده الغالب النواة بيحدث عنده يتضاعف الديني بمساعدة انزيمات اللولب وده المرت الديني وانزيمات الربط ليذم تكوين قلنا اثنين جزئ ديني طيب الRNA بقى الRNA ينتق من عملية بتسمى عملية نسخ الديني ينتق من عملية تسمى عملية مرتيني نسخ الديني الديني لا يتحلل ويحافظ على سبات تركيبه لأنه لا لا بمزعب وشوفنا ازاي لو حدث عيب في احد شريطي ديني بيعمل الشريط المقابل كقالب يعمل على اسطح هذا العيب بمساعدة عشرين نوع من انزيمات الربط بينما شوفنا الRNA وجدنا ان هو بيتحلل ويعاد بناءه مرة اخرى وياخد الزنك ايضا في البروتينات الديني دايما نوع واحد بينما الRNA تلات انواع رئيسية هي هما الثلاثة انواع دولا ال mRNA الرRNA 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 ندرسوا من عارضة مع بعض بالتفصيل تعالوا نتدي رحلتها مع بعض وناخد مين مرة تاني اول نوع عندنا اسمه ايه مرة تاني الحمض أنوقع autre الريبوز الرسول نطلق عليه اسم ال mRNA من النوع الثاني من ساميه الحمض الريبوز الريبيسومي الرRNA نوع الثالث منطلق عليه اسم الحمض الريبوز الناقل أو TRNA يالله ن CHANDA له واحد واحد ونركز معيه كويس جدا الحمض الريبوز الرسول ما أهمية جزء الـ mRNA ده ينقل mRNA الشفرات الورصية نجد على الـ mRNA حاجة أسمع الشفرة الورصية ينقل الشفرة الورصية ده من جزء dn للريب سومات الـ mRNA هو الذي يحمل الشفرات الورصية الشفرات ده الرسالة اللي بتتكون من dn رايحة للريب سوم عشان الريب سوم يبني منها البروتين فهنا افتكروا معايا نوع الأحماض الأمينية اللي هيجي عدد الأحماض الأمينية اللي هيجي في البروتين ترتبها مين ثم مين ثم مين يتوقف على هذه الرسالة يبقى نوع الأحماض الأمينية وعددها وترتبها يتوقف على مين مرة تاني على الـ mRNA اللي موجود عندنا ده اللي عن طريقه هيتم نسخه وهيتم ترجمته إلى بروتين زي ما بنقول كده ماذا طيب سؤالنا الوقت هذا الـ mRNA كيف هيتم تكوينه احنا عندنا الـ DNA بالشكل ده كده اللولب مزدوق غالبا 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 ما بتيجي انزيمات اسمها انزيمات بالمريط RNA بتيجي تعمل ازاي بتكسر رابط الـ hydrogen بتفك اللولب ده في منطقة الجين المنطقة اللي هيكون منها M-RNA خاصة بروتين صفة واحدة بص تلاقي ايه اللي بيحصل في الجين ده بيبقى فيه منطقة اسمها منطقة المحفز D على الشريط القالب اللي بيبدأ بالطرف 3 شرط تبص من منطقة المحفز D بيعترض ده انزيم البلمرة ويبدأ من بعد المحفز نسخ الـ mRNA بالشكل ده كده فمرة تاني لازم لازم انزيم البلمرة يبدأ من يم ده القالب اللي بدايته 3 شرط عشان يتم تكوين الـ mRNA زي ما احنا شايفين كده يبدأ بالطرف 5 شرط يبتدي يتحرك انزيم بالمرت الـ RNA يضيف للنيوكلوتيدات واحدة بعد التانية واحدة بعد التانية لحد ما يكون لي مين مرة تاني لحد ما يكون لي شرية الـ mRNA تمام التمام 114 اللي يحصل يبتدي ينفصل الانزيم عن قطعة الـ DNA تبتدي يقرع عملية النسخ لو هايز يكون mRNA جديد سؤالنا فيه الوقت يقول لي ما الفرق بين ضعف الـ DNA ونسخ الـ RNA يحدث ضعف الـ DNA بمساعدة أول ثلاث انواع مختلفة من الانزيم 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 انزيم الربط في النهاية بينما يحدث نسخ الـ RNA زي ما قلنا غالبا بمساعدة انزيم الانزيم بالمريض RNA فقط لا غير أحيانا يبقى الانزيم اللولة بدور في هذه العملية يتم التضاعف هنا شريطي دي نيبل كامل هنا لا هنا يتم تضاعف جزء بس يتم نسخ جزء فقط من الشريط من قلنا القالب اللي بدايته ثلاثة نهايته خمسة اللي هو الجزء اللي بيلي منطقة المحفز زي ما تكلمنا مع بعض بعد نهاية التضاعف كان بيكون عندي اثنين جزء دي ن هنا بعد نهاية النسخ بيكون شريط اما ر اني واحد فقط لا غير طب هل هناك فرق يمكن أكدنا مع بعض على اللي بيحصل معايا هنا عايزكو برضو تحسوا معايا باللي حصل معايا هنا هنا في خليط حقيقيات النواة بالشكل ده كده ده مين اللي عندي ده ده دي ني داخل النواة عمل عملية نسخ نسخ الامرين الامرين راح للسيتو بلاس ارتبط بالرأي بسول فابتدى يحصل لعملية ترجمة الى بروتين لحظتوا حاجة هنا الامرين في حقيقيات النواة بعد ما بيتنسخ كله بالشكل ده كده بيخرج من سكوب الغشية النواوي الى السيتو بلاس يرتبط بالرأي بسوم داخل السيتو بلاس ويبدأ عملية مين مرتين الترجمة في السيتو بلاس زي ما احنا شايفين كده ليتم بناء البروتين في السيتو بلاس بتاع الخليل هل الكلام بيخصر في خليل اوليات النواة بنقول لا ولكن لو جينا شوفنا عندنا ما الفرق بين نسخ الامرين في اوليات وحقيات النواة بنقول عدد انزيمات النسخ بيبقى انزيم بالمرة واحد بيقدر ينسخ كل انواع الار اني في اوليات النواة لكن لما غصينا عدد انزيمات النسخ انزيم&رن خاص نسخ كل نوع من انواع الار بمعنى الامرين τη انزيم بالمرة يختلف عن بالمرة الر اني يختلف عن بالمرة الار ار اني لاحظوا معي اوليات النوع اثناء نسخ الامر اني اثناء نسخ الر اني تكوين الر اني تبدأ عملية الترجمة اثناء عملية النسخ الإنت في الث induce فيتم عملية الترجمة وتخليق البروتين أثناء نسخ إمعريني في السيتوبلازم ده في أوليات النعفة فقط لكن عملية الترجمة وتخليق البروتين هنا في حقيات النواة بتحدث بعد انتهاء نسخ الإمعريني وخروجه كاملا من أحد ثقوب غشاء نواة الخلية إلى السيتوبلازم بتاعها سوالنا الوقت ما تركيب جزء الامريني مما يتكون جزء الامريني عندنا هذه شكل جزء الامريني قدامنا بالشكل ده كلا مما يتكون هذا الامريني مرة تاني يبدأ بموقع الارتباط بالريبسوم بالشكل ده كلا وشريط طويل من الريبونيوكلوتيدات لما قلنيوكلوتيدات ولا رايبونيوكلوتيدات أقول لك رايبونيوكلوتيدات ادق اشمعنا رايبو نيوكلوتيدات ادق لان دي عبرتلي عن السكر اللي بيخش في بناء النيوكلوتيدة ف بالصورة عامة النيوكلوتيدات دي كلمة عامة لكن لما اقول رايبو نيوكلوتيدات دي كده كلمة خاصة مين مرة تاني بالار ان اي فقط لا غير توصي تلاقي موقع الارتباط بالريبسوم دايما بيتجه الاعلى احتيها على طول ايو جي ايو جي بنطلق عليها اسم كودون البدن ثم عدد من الكودونات هذا العدد يختلف من حمضة من اماريني الاخر حسب بها عدد الاحماض الامنية اللي تدخل في بناء البروتين زي ما نشوف في لقاءنا القادم ان شاء الله في نهاية الاماريني بيوجد هنا كودون اسم كودون الوقف وكودونات الوقف عندنا عديدة هنأكد عليها الوقتي في عندنا فيه تلك كودونات وقف مختلفة يو اي اي يو جي اي يو اي جي تلك كودونات وقف مختلفة عندما توجد ترتبط بحاجة اسمها عامل اطلاق يعمل على تحرير سلسلة عديد الببطايت او انفصال البروتين عن الريبسوم ليغادر الريبسوم ويبدأ فيها اداء وظفت الاماريني عشان يتم حمايته من الانزيمات اللي ممكن تحلله داخل سيتو بلازم الخلية ليبط من وجود زيل طويل من عديد الادينين في نهايته بغاز الشكل عدد قواعد الادينين هنا او الادينوزين يصل الى 200 قاعدة مختلفة 200 قاعدة ادينين مرتبطة مع بعضها ويطلق عليها زيل عديد الادينين او زيل عديد الادينوزين كلمة ادينوزين بتاعني قاعدة ادينين مرتبطة بسكر رايبوس نرجع كده مع بعض تاني بقى ايه اهميت هذا الزيل انه يحمي الاماريني من التحلل مين اللي يجرؤ انه يحل الاماريني قولنا الانزيمات التي توجد في سيتو بلازم الخلية نسيب الاماريني كده نخش على حمض ناوي جديد ناخد الحمض الناوي الريبوزي او الار ار ار اي ما هو وظيفة هذا الجزء يسمى الحمض الناوي الريبوزي الريبوسومي ليه الريبوسومي لانه يدخل في بناء الريبوسوم فالريبوسوم يدخل في تكوينه اربع عنواع من الار ار ار اي مرتبطة مع سبعين نوعا من عديدات البطايت الريبوسوم عشان يكون مرتين لابد ان يحدث ارتباط اربع انواع من الار اي مع سبعين نوعا من عديدات البطايت هذا الارتباط يحدث داخل النواية اللي ما وجوده داخل النواية عشان يتم بناء الريبوسوم اللي هو المصنع اللي ربنا خلقوا لبناء البروتينات مقاما راحل بقى بناء الريبوسوم نشوف كلا مع بعض ونركز بقى كلا معايا اول مرحلة لابد من نسخ من الار ار اي ني طيب مين اللي ممكن ينسخ الار ار اي ني ده داخل اوليات النواية نسخة او نسختين من الجينات لكن داخل خلايا حقيقيات النواية عدد من النسخ يصل لستمائة نسخة من الجينات اللي على الدين ني فحقيقيات النواية تبتدي تنسخ الاربع نواية من الار ار اي ني ثم تتجه هذه الجزائيات التي تم نسخها الى النواية طب وعادينا في السيتو بلازم وصل لي ترتبط جزائيات الاربسومات اللي موجودة داخل الخلية مع الام ار اي ني وتبدأ عملية تصنيع سبيين نوعا من عديدات الببطايد بواسطة الاربسومات اللي جات مع الخلية اللي نتجت من خلية عند انقسامها طيب هو ليه يعني احنا بنكون الاربسومات اقول لك الخلية مثلا لا فيها مثلا عشر ريبسومات تباعد من انتاج ريبسومات جديدة ده على سبيل المثال طبعا مافيش حاجة اسمها خمس ريبسوم ولا ميت ريبسوم اكيد الاعداد اكتر من كده بكتير فبنقول هنا من بعض الاربسومات اللي جات مع انقسام الخلية الاربسومات القديمة التي توراستها الخلية من الخلية الأمية تبدأ زي الريبسومات في بناء 70 نوعا من عديدات الببطايد في السيتو بلازمة 70 نوع من عديدات الببطايد تتحرك من السيتو بلازمة إلى سكوب الغشية نوعا تدخل إلى النواية ثم إلى النواية في النواية يتم بناء الريبسومات فتتحك بزيئات الريبسومات مع 70 نوع من عديدات الببطايد لتكون الريبسومات داخل هذه النوية بعد كده الرايبسومات تخرج من ثقوف بالغشاء النووي إلى السيتوبلازم تقوم بدورها في عملية تخليق البروتين في سيتوبلازم الخلاق اللي قدامنا ده يعني شكل جميل جدا ووضح لحاجات كتيرة جدا بص قادل إماريني اللي كنا بنتكلم فيها وده الرايبسومة عندنا تلاحظه نوة واحدتين تحت واحدة صغرى وتحت واحدة كبرى تلاحظ حاجة دي كلا جزيات التيريني وهي جاية فتكرت دايما مش جاية فاضية ولكن ترتبط بحمضة أميني تنقل حمضة أميني إلى الرايبسوم لتبدأ عملية تخليق البروتين في الرايبسوم وتبص التعيي ارتباط الأحماض الأمينية مع بعض طبعا لتكون سلسلة عديد البطايد في الرايبسوم ويغادر التيريني بعدها طبعا فارغ بدون حمضة أميني للسيتو بلاسب ليه يرتبط بحمضة أميني جديد ينقله على طول شوفنا الرايبسوم كان فيه وحدتين بيتكون الرايبسوم الوظيفي من تحت وحدة الرايبسوم الكبرى ودي بيبقى فيها موقعين ممين جدا عندنا موقع ايه او الامينو أسايل ده بيستدعي تيريني اللي بيحمل حمضة أميني للرايبسوم والموقع بيه او البيبتيدايل ده بيربط الأحماض الأمينية معا بروابط بيبتيدايل فيه طبعا عندنا تحت وحدة الرايبسوم الصغرى ترتبط بجزء اماريني في بداية تخليق البروتين شايفين ايه ده اماريني اوض اماريني دي تحت وحدة الرايبسوم الصغرى ودي كلا تحت وحدة الرايبسوم الكبرى بهذا الشكل وشوفنا مع بعض امين اللي موجود عندي هنا طبعا تيريني ورايح داخل شيء الحمضة أميني سلم الحمضة الأميني ارتبطت الأحماض الأمينية مع بعض طلع تيريني فاضي بالشكل اللي احنا شايفينه كده مع بعض نشوف بقى كده مع بعض الأحماض النواية الرايبوزية الناقلة او تيريني يعنق الحمضة أميني زي ما شوفنا لموقع الامينو أسايل بتحت وحدة الرايبسوم الكبرى اللي يدخل في تكوين البروتين اللي بيترجم من شريط الاما ريني طب ما طريقة نسخ وزي تيريني بقى تيريني عشان يتنسخ بيكون طبعا تتابع بيبقى فيه كام من سبع ثمان جينات خاصة على الديني القلب ديني القلب اللي بدايته كم؟ تلاتة شرطة خمسة شرطة هذه من سبع لثمان جينات خاصة ببناء تيريني تبتدي بقى ترتابط برضو بإنزيم نسخ تيريني اسمه إنزيم بالماري تيريني ويبدأ فيه تكوين تيريني اللي يبدأ بالطرف خمسة شرطة ينتهي بالطرف ثلاثة شرطة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده وشريط مفرد بهذا الشكل طب وبعدين ايه تركيب تيريني يبعد كده؟ هذه تيريني عندنا؟ وشريط مفرد عادي خالص بس يلتف يزدوج في بعض المواقع وعماش يبتدي كده يبقى مزدوج ويبقى مفرد ثم يزدوج ثم يبقى مفرد وهكذا على طول جزيز تيريني ده طبعا يبقى فيه موقعين مهمين جدا لبناء البروتين لاحظ معي عند النهاية تلاتة شرطة منطقة ديت فيه تتابع قواعد مميز جدا اسمه سي ثم سي ثم ايه سي ثم سي ثم ايه الايه بترتبط بربطة مع الحمض الأمين اللي بينقله هذا تيريني عشان كده بنقول المنطقة دي كده موقع الارتباط بالحمض الأمين موقع التاني اللي هو المنطقة دي كده اسمها مقابل الشفرة المضاد للقدون انا لو عندي دائما ارى اني عليه شفرة جي اي جي هيبقى هنا مقابل بتاعها هيبقى سي يو سي بالشكل ده كده يبقى هنا لو هنا مثلا عندي سي سي اي يجي تي ارى اني عنده مقابل شفرة جي جي يو يرتبط بها على طول عشان كده بنقول هزا الموقع اسم مقابل الشفرة او مضاد القدون هيرتبط بالشفرات اللي هي موجودة على الان ار اني وهكذا زي ما انت شايف كده ييجي تي ارى اني واع جاي نشاهل حمضة اميني وعنده مقابل الشفرة اللي عليها الدول في هنا يو 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 بقى هنا لازم اي 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 هنا يو سي جي بقى هنا اي جي سي بالشكل ده كده وهكذا على طول شايف كده هنا القدول اللي عليه الدول جي يو سي بقى كده لازم التيريني عنده مقابل شافر من سي اي جي بهذا الشكل نأكد مع بعض الشكل العام للتيريني تلتفق أجزاء من الجزء عشان تكون حلقات حلقات دي بشكلها بزواج الحلقات في مناطق مختلفة عشان كده التيريني بيبقى الشكل العام بتاعها تعريبا نفس الشكل حتة الطويلة دي اللي فيها قواعد سي ثم سي ثم ايه لترتب بالحمد الأميني وجزء ذا كده عنده مقابل الشافرة او مضاد القدون وهنا الشريط ده ماشي مفرط في بعض المناطق ازدرك في مناطق اخرى بالشكل اللي احنا شايفينه ذا كده نعني بقى بموضوع اسم الشافرة الوراثية كنا النهاردة شفنا يعني ايه شافرة وراسية وان الشافرة الوراثية ثلاث نيوكلوتيدات كانت موجودة على الامرنية ثلاث رايبونيوكلوتيدات على الامرنية اللي اتنين قلنا صح بس اللي صح ان انا اقول رايبونيوكلوتيدات ترتبط غالبا مع جزء تي ارنية يحمل شفرة حمضة اميني الى الريبوسوم ليتم تخليق البروتين وانا قلت ليه ترتبط غالبا لو كدون واقف احد الكدونات التلاتة اللي قلنا عليهم UAA UGA UAG فتاك الدولة ما بيرتبطوش بالتيرانية خالص ثمان بيرتبطوا بمين بعامل يسمى عامل اطلاق عشان كده قلنا هنا ترتبط غالبا بتشكل نيوكلوتيدات المفروض نيوكلوتيدات اللي عندنا تكون على الاقل لعشرين شفرة مختلفة كل شفرة تعبر عن حمضة اميني من العشرين نوع اللي بتدخل في بنية البروتين عند عشرين حمضة اميني كل حمضة ليه عشرين شفرة كل حمضة ليه شفرة واحدة على الاقل المفروض اكون على الاقل عشرين شفرة تعالوا نشوف بقى كده مع بعض يا ترى الشفرة الوراثية اللي بيسموها شفرة سلاسية نبتدي الرحلة مع بعض لو اعتبرنا ان كل نيوكلوتيدة تمثل شفرة بمعنى نيوكلوتيدة هنا تكون شفرة تعبر عن حمضة اميني انا عندي فيه اربع نيوكلوتيدات في الطبيعة كل نيوكلوتيدة فيها سكر رايبوز مع مجموعة فوسفات مع احد القواعد ا او جي او سي او يو يبقى انا كده عندي اربع نيوكلوتيدات هتكون اربع شفرات طب مع كده الاربع شفرات تبقى مسؤولة عن اربع احماض امينية بس واحنا عندنا عدد الاحماض الامينية عشرين نوع يبقى كده احتمال نيوكلوتيدة تدخل في تكوين شفرة بمفردة ده كده لا يصلخ او احتمال خاطر طب لو كل اتنين نيوكلوتيدة هتمثل شفرة حمضة اميني معين بعدد الشفرات هنقول اربعة قصة اتنين يعني اربعة فاربعة يعني ستتاشر شفرة تعبر على ستتاشر حمضة امين طب يا عمد انا عندي عدد الاحماض الامينية عشرين نوع من ستاشر يبقى برضو الاحتمال ده كده خطأ ايضا لو اعتبرنا ان كل تلات نيوكلوتيدات مع بعض بتمثل شفرة الحمضة اميني معين يبقى كده عدد الشفرات اربعة قصة تلاتة باربعة وستين شفرة ده يعبر عن العشرين نوع من الاحماض الامينية تقول له الله طب ما فيه اربعة واربعين شفرة فارغ ده هم اربعة وستين شفرة وانا عندي عشرين حمضة امينة اقول لك اصلا لما نشوف جدول الشفرات الوقتي هنجد ان معظم الاحماض الامينية بيعبر عنها اكتر من شفرة على الام واريني زي ما نشوف كلا مع بعض الوقتي بأيزا شفرة الحمضة الاميني لابد ان تتكون من تلات نيوكلوتيدات زي شفرة ينفع سميها شفرة ينفع سميها كودون او الشفرة الوراثية السلاسية زي ما كنا بيقول شفرة البيت ايو جي زي ما كنا بيقول شفرة الوقف يو اي اي او يو جي اي او يو اي جي لاحظوا ابناء بنات العزاء ايضا ان الشفرة الوراثية عالمية وعامة بمعنى الايو جي وجدنا ان هي تعبر عن حمضة امينة يسمى ميسيونين في مين اقول لك في فيروس في بكتيريا في فطر في حيوان في نبات في انسان فجميع الكائنات الحية نجد ان نفس الكودونات تمثل شفرات نفس الاحماض الامنية بجميع انواع الكائنات الحية اذا هذه الشفرة الوراثية عالمية خاصة جميع الكائنات اللي موجودة في العالم عنده ده برضو دليل قوي على ان كل الكائنات الحية نشأت من اسلاف مشتركة بمعنى بمعنى لما تبص كده تلاقي كل الكائنات الحية سلسلة الشفرة يبقى دي اكيد همزة ربط ما بينها اكيد كلها نشأت من اسلاف مشتركة ومع حدوث التطور نشأت الانواع المختلفة ديت من الكائنات الحية عشان كده بيعتبروا ان الشفرة الوراثية هي ايضا دليل حديث على حدوث عملية التطور لاحظوا معي بقى جدول الشفرات اللي كنا بنكلم عنه بص كده معي هتعامل ازاي مع الجدول ده الجدول ده بيبقى معانا في كتاب المفاهيم لو انا عندي مثلا عايز اعبر عن الشفرة اي و جي فيش اي مشكلة خالص ببتدي من الشمال هشوف حرف الاي من فوق اليو من على اليمين الجي هتبص تلاقي نفسك هنا هتتتقطع هنا اي و جي اي يبقى اي معايا من فوق يو بعد كده الجي عند من هنا خالص هتلاقيهم تقطعه في الاي و جي اللي هي بتعبع عن حمضة ميني اسم ميس يونين طيب لو قلت كده جي سي اي ولا فيه اي مشكلة جي هي من على اليمين من على الشمال خالص اكثر يسارة بعد كده سي من فوق اهيت مع اي من الجنب الايمن بهذا الشكل يبقى كده الجي سي اي يعبر عن حمض اسمه الانين شايف الانين ليه اربع شفرات غرباء شايف مثلا البرولين ليه اربع شفرات السيرين ليه ست شفرات بص كده اي ده اربعة واي ده اتنين اهو تلاقي احماض امينية زي الارجينين برضو ليه شفرتين اهو اي ده اربعة فو كمان اهو تلاقي بعض الاحماض الامينية بيبقى ليها اكتر من شفرات زي ما شفنا وشفنا لسطور كدون او اه شفرة الوقف اهي ده تلات شفرات وقفة عندي بالشكل ده كده دون البدء ده ايو جي وهيبقى ماشي هنا ايو جي يبقى انا لعايز سي سي اي يبقى كده هدوس كده سي ثم سي ثم اي تعبر عن حمض الاميني برولين على طول لعايز جي اي سي هادي جي اي سي اهيت اسباراجين بهذا الشكل وهي كذا معايز فدايما الاماريني يبدأ من الطرف خمسة شرطة حضرت لك الخمسة شرطة في المركز وهو ولما بطلع لبرة تجاه الخارج ده تجاه الطرف ثلاثة شرطة زي ما قلنا كده مع بعض تعال نفكر بقى ونجيب مع بعض ونركز كده معايا في الاسئلة اللي جاية دي ابناء بنات العز بيقول لي هنا ادرس الشكل اللي هنا فيه خيوط المايوسين طبعا خيوط المايوسين تيه خيوط بروتينية وخيوط الاكتين خيوط بروتينية مواجه الشبه بين خيوط الاكتين والمايوسين هاي سمك الخيوط القدرة على الحركة ولا الوحدة البنائية ولا تكوين الروابط المستعرضة احنا كنا عالين السمك لها ده واجه اختلاف لان خيوط الاكتين العفيعة والميوسين سميكة اللي بيتحرك الاكتين واللي ثابت عند الميوسين فالقدرة على الحركة ما بيتميز النوعين من الخيوط لكن الوحدات البنائية للاتنين بروتينات الاتنين بيتكونوا من أحماض أمينية بقى كده الوحدات البنائية واحدة فيهم طبعا تكوين الروابط المستعرضة اللي بيكون الروابط المستعرضة الميوسين وليس الاكتين عندنا أي البروتينات التالية تدخل في تركيب الحراشيف في الزواحف والقشور اللي موجودة فين في تيكرو كده الكشور في الأسمك وده جيه دور تاني عشرين واحد وعشرين يلا بينا كيراتين ولا مايوسين ولا كولاجين ولا أكتين بأكد معاكو خلي بالكو أنا بأتكلم هنا عن أخطية الجلد اللي بيغطي الجلد وقلنا كيراتين على طول ما الذي يميز انزيم بالمارت رن يعني انزيم بالمارت دي ني هل نوع القواعد البيورينية في نيوكلوتيدات الشريط الجديد اتجاه إضافة النيوكلوتيدات في الشريط الجديد نوع السكر في نيوكلوتيدات الشريط الجديد ولا وجود أكتر من نوع من الانزيم في أوليات النوعية طبعا احنا قلنا انزيم البلمارة في أوليات النوعية وانزيم بالمارة واحد غير هو نوع واحد يبقى أكتر من نوع دي خطأ هو أكتر من نوع في حقيات النوعية نوع السكر اللي في الشريط الجديد ده بيضيف سكر رايبوس ده بيضيف سكر دي اوكسي ريبوز فدي كله صح اتجاه اضافة النيوكلوتيدات طبعا الاتجاه واحد لان الاتين انزيمات بالمرة نوع القواعد البيورينية لا القواعد البيورينية اللي هي الا والجي سابتة في الانزيمين دولة فهنا الاختلاف في القواعد البيورينية مش البيورينية بقى كده اللي جابه جيم هي الاجابة الصحية ادرس الرسم وده سؤال مقالي معايا اللي بيوضح عمليتان تحدث داخل خلايا الكينات الحية استنتج اين تحدث العملية واحد واثنين المبينتان بالرسم داخل خلايا الكينات الحية انا شايف ان فيه انزيم كوين لي الجزء ده وده فيه يو يبقى ده كوين لي هنا RNA نسخ الRNA بقى العملية هنا في اتنين دي عملية نسخ نسخ الRNA ده بيبقى داخل نواية الخلايا بينما انا كوين لي فيه شريط في تي بقى ده ده تكوين شريط DNA طبعا ده برضو داخل نواية الخلايا بقى كده ده بيحدث داخل نواية الخلايا فيه حقيقية النواية طب لو انا في اوليات النواية دي ني بيبقى موجود في السيتو بلاسم يبقى ده بيبقى داخل السيتو بلاسم بس فيه خلايا حق اوليات النواية زي خلايا البكتيريا زي ما قلنا طبعا اللي بيسموها المنطقة اللي فيها دي ني بيسموها المنطقة النواية في اوليات النواية او في البكتيريا اي مكانات التالية اذا تم استخدام تقنية حيود اشهات اكس خلال مادته الوراسية بيعطي النتاج التالية قواعد النيتروجينية متعامدة على احق الجانبية هيكل مفرد من السكر فوسفاد هيكل مفرد يبقى ده كده ليس ديني يبقى كده ما يعنفعش اقول بكتيريا ده ده في دينيموزاك ما يعنفعش اقول بكتيريا اي كولاي او شيريش اي كولاي ده فيها دينيموزاك فيروس شلل اطفال افي ار ايني مفرد فدي كده اجابة صحيحة بكتيريا للتعاب الراوي في دينيموزاكي بعد دي برضو خطأ يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم فقط لا غير يلا نشوف كده السؤال اللي جاي بيقول لي ادرس الرسم اللي بيوضح شريط لحمد ناوي ثم حدد ما الذي يشير الى الرمزين سين وصاد على الترتيب ملاحظين حاجة انا عندي هنا فيه عين 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 يبقى دي مجموعة فوسفات على طول وده سكر رايبوز يبقى انا كده في ار ايني لاحظوا معي مين اللي عند الطرف دي كده هكيد دي مجموعة الو ايتش اللي هي في ناعية الشريط طبعا عند الطرف تلاتة شرط طيب مين صاد ديت يبقى انا كده عندي دي الو ايتش هيدروكسيل يبقى ما تنفحش سين ديت فوسفات خالص يبقى هيدروكسيل وصايمين لا ما ينفحش ما ينفحش صايمين مع الارينيه يبقى كده اهكيد هيدروكسيل وصايتوزين هي دي الاجابة الصحية ما العملية التي لن تتوقف عند اضافة انزيم دي اوكسي رايبو نيوكليز هذا الانزيم كنا بنقول ده اللي بيحلل الدينيه تحليها كاملا انا عملية انا مش هتوقف لما يتحلل الدينيه التحاول البكتيري بيعتمد على الدينيه بدي كده هتوقف وعايز لم تتوقف تضعف الدينيه بيعتمد على الدينيه فلما يتحلل مش هيحصل تضاعف تكاسر الفيك بيعتمد على دينيه الخلال البكتيريه فلما يتحلل الدينيه مش هتكاسر الفيك وبالتالي تكاسر الفيروس الانفلوان زيه دي اللي جابها الصحيحة ليه ده تكاسر ده بيعتمد على الرنيه طبعا تحل الدينيه هنا ملوش علاقة بالرنيه خلص مواجه الشبهة بين تي ارنيه والدينيه فاوليات النائم ارتباط الادينيه مع الصايمين طبعا تي ارنيه ما فيهوش اصلا صايمين تلتف اجزاء من الجزء اللي تكون حلقات الحلقات دي في التيار عينيه مش في الدينيه ود نائية ثلاثة شرطة وخمسة شرطة اوليات النائم مفيش نائية ثلاثة وخمسة لان شريطي الدينيه يلتحم طرفهم مع ارتباط الجوانين مع الصايتوزين دي صح طبعا الاجابة الاخيرة هي الاجابة الصحيحة عند ادرس الرسم اللي بيوضح تركيب احد انواع الاحباط النووية ثم سنتج كم عدد الرابط الهيدروجيني الموجودة داخل الدائرة المشارئ لها بإكس طبعا شايف إكس هنا ملاحظين حاجة ده شريط مفرد من هذا جزي معنى ده شريط مفرد خلاص هنا مفيش بيسألني ما المركب العضوي المشارئ ليه بإيه مين ايه ده ايه ده ينفع اقول عليه هيكل السكر فوسفات طبعا هنا لاحظه ماينفعش اقول مجموعة فوسفات يا جماعة لانه بيقول مركب عضوي هنا ده هيكل السكر فوسفات صح ماينفعش اقول مجموعة فوسفات لان مجموعة الفوسفات بيقوم مفيش لك أنا هنا بأشير فعلا إلى شريط TRN بالشكل ذا كده يقول لي ما تتابع نيوكلوتيدات في الجين اللازم لنسخ آخر تسعة نيوكلوتيدات في جزء TRN لاحظ معي أن آخر تلاتة نيوكلوتيدة في TRN لازم تبقى فيها C ثم C ثم A مين اللي ينسخ C ثم C ثم A لازم 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 G ثم G ثم T مين اللي فيه G ثم G ثم T في نعيته مفيش غير داني بأي دي الإجابة اللي عند هي دي اللي هكووني TRN اللي بينتهي بالC ثم C ثم A إدرس الازم البياني حدد من الرمز اللي بيشير إلى بوليمر MRNA نلاحظ معي الـ MRNA بيبقى شريط مفرد عشان شريط مفرد ما بيبقاش فيه روابط هيدروجينية خالص أنهي جزير في دولة ما بيش روابط هيدروجينية خالص صبعاً المنطقة ألف اللي فيها روابط هيدروجينية تكاد تكون zero أبناء أنا بناتنا العزاء وأنت بيقعد معاكم على طول كان معكم أستاذ محمد الورديني خبير مادة الأحياء والجروجة في وزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته